السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم تحلية بردة بالحامض بدون فرن بدون جيلاتين كتجي رائعة لديدة وبمكونات جد اقتصادية فاتبعوا معي الفيديو للاخير وفرجة ممتعة بالنسبة لطبقة الاولى غدي نحتاج الكمية ديال البيسكوي ممكن تستعملوا اي بسكوي متوفر عندكم صابلي او لا هينريس او لا بسكوي ماريا اه مهم انا اخديت ربعة للعلاب ديال الصابلي ممكن اه فقط غير ثلاثة باش ما تجيكم شاديك طبقة ديال البيسكوي غليضة الى درتوا الاطار صغير اما الى درتوا الاطار كبير فممكن تستعملوا ربعة ديالعلب سافي غدا نوضعهم في هاشوار وغادي اه مفرمهم حتى غادي اطحنوا مزيان ولكن ماشي كيتنيه لهذاك البيسكوي فقط كيبقى لينا واحد شي شوية مرمل اه حاجتنا به بقى مرمل يعني مايرجعش ارتب بهادي الشكل هذا صافي هنا اطحنت اه جوج علب اللولين وغادي نزيد نطحن جوج علب التانيين حتى غادي نطحن اربعة ديال العلب وكنستعمر به الطريقة هذي حتى كنطحن هذي البسكوي اللي عندي كامل هنا كنوضعه في الهاشوار وغادي اه نطحنه وغادي نزيد الكميه اه التانيه على الكميه الاولى بهاد الشكل هذا فهد الاتناء كنكون دوبت اه تلتات المعالق كبار ديال الزبدة وخليتهم كيدفاوا واحد شوية غادي نزيدهم على هاد البيسكوي هذا كيما تشوفوا معي يخصو يجي غير مرمل بهاد الشكل هذا صافي هنا غادي نزيد هذيك الزبدة اللي دوبتها وغادي نحرك مزيان مزيان هذي المقوينات البيسكوي مطحون مع هذيك الزبدة حتى اه كيتلبس لينا هذيك البيسكوي كامل بالزبدة وكيترملينا بهاد الشكل هذا هنالا لاحظنا انه ما تجمعش بالزبدة ما نزيدوش الكميه ديال الزبدة باش ما كيجيناش ميه الدم بزاف غادي نزيدو الحليب حتى كنحسو بهاد البيسكوي بدك يتجمع لينا يعني فاش كنجيو نشكلوه بيدينا كنلاحظو انه كيتشكل صافي هنا كنحرك مزيان مزيان حتى اه كيفزق هذك البيسكوي بالحليب وكنحاول لنجمعو بالزبدة كنلقى انه كيتشكل بكل سهولة صافي هنا كنحصل عليه بالشكل المطلوب هنا خديت ايطار اه درت فيه في القطر ديالو 22 سنتيمتر تقدرو انتو ما زي ما توسعوه اللي بغيتو تجيكم هاد تحلية زي ما كبيرة اه وكذلك البيسكوي غادي جيكم بطبقة اه رقيقة وتقدرو تديرو غير 22 سنتيمتر ركي يجي مزيان سافي هنا وضعت هذاك البيسكوي اه في السطح ديال ديال هاد الاطار وغادي نبدأ انقادو بواحد الكاس حتى كان اه نقادو مزيان مزيان وكيفون اللي السطح ديالو مستوي بهاد الشكل هادا غادي نوضعوه في تلاجة حتى نحضر اه الكريمة وبالنسبة اه الكريمة غادي نحتاج لها في المكونات اه اول شي نصف لتر حليب وغادي نزيد عليه ميتين ملي لتر ديال الكريمة السائلة هنا الكريمة السائلة ما ماشي ضرورية فقط انها توفرت عندي وزدتها ممكن تعاوضوها بكاس كبير ديال اه الحليب يعني كتديرو نصف لتر ديال حليب وتزيدو عليه كاس كبير ديال اه حليب اخر يعني ممكن تعاوضوه بالتعاوضو الكريمة السائلة بالحليب هنا زدت فلون ديال درهم هداك اللي بنك هات الفانيلا وغادي نزيد هنا عندي اه كاس الا ربع ديال سكر سانيدة او سكر حبيبات وثلاثة القطاع ديال اه جبن متلت او جبن مربع اللي متوفر عندكم يعطي واحد المدق رائع لها الكريمة هنا غادي نستعمل بودرة الكريم باتيسيار بنكهة الحامض ممكن تعاوضوها ببودرة الكريم بالنشاء غادي ندير ثلاثه المعالق الكبار يكونوا عمرين مزيان مزيان ديال اه بودرة الكريم باتيسيار او او ربعات المعالق ميكونوش عمرين مزيان مزيان وغادي نحرك هادوك المكونات جيدا على البارد حتى تينساجموا وغادي نعصر هدو عندي حامضة كبيرة غادي نعصرها وانناخد العصير ديالها ايلا عندكم الحامض صغير عصره جوج حامضات وغادي نحتافض بهذاك العاصر ديال الحامض جانبا هنا بعد ما طيبت هذيك الكريمة على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى عقادت مباشرة كنحيدها من البوطة وكنزيد عليها العاصر ديال هذيك الحامضة وكنحرك مزيان مزيان هنا خصنا نكون سراع باش ما كتجمدش لنا هذيك الكريمة وهذاك الحامض رك ضروري لانه كيزيد كيعقد هذي الكريمة وكتزيد كتعقد وكتتقل وكيجي الماداق ديال الحامض الطبيعي رائع والديد فيها سوف هنا كنحرك مزيان مزيان ومباشرة كنناخد هذيك البيسكوبي بعد ما برد في التلاجة كنزيد عليها هذي الكريمة هذي بهذا الشكل هذي سوف غادي نضربها واحد شوية مع سطح العمل باش كنحيدولي كنفيها شي فوقاعات وكنخليها حتى كدفاغر فوق سطح العمل حتى كتتحيد من هذيك الحرارة كنغطيها بالسلوفان وكنرجع هالتلاجة باش كتتمسك هذيك طبقة وغندوز للطبقة الاخيرة اللي هي ديالة بحل جالي غا نحتاج فيها كاس ديال الما الماادي من الروبيني وغا نحتاج فيها كذلك هذي فلون ديال درهم كينفعنا لانه كيعطينا لون صفر ديال الحامض وكذلك كيعوض لنا الجيلاتين لانه فهالتح ليه ما غنستعملوش الجيلاتين نهائيا هنا ضفت معلقة كبيرة ديال بودرة الكريم باتيسير بنكهة الحامض وضفت معلقة صغيرة مع مراش ديال نكهة ديال الحامض كتباع بخمسة درهم عند اللي كيبيعو لوازيم الحلويات كنترى بالكل جيدا على البارد ونبعد كندير الخالط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى كتعقاد ليه هاد الكريمة هادئة او هاد طبقة الاخيرة ديال الجيلي صافي وكانو نزيدها على هاداك الطبقة الثانية بعد ما كتكون تماسكت وبردت مزيان صافي كان ندوزها عليها بهات الشكل هذا حتى كتاخد ليه او حتى سطح اللي مستوي وكانو نرجع هالتلاجة نخليوها عليها حسب ربعات تصوية ليلة كاملة على حسب اللي زعمال اللي قدرتو عليه ممكن تخليوها ليلة كاملة من الاحسن صافي هنا بعد ما دوزت ليلة كاملة فالتلاجة بالنسبة ليه ففي اليوم الموالي كنحيد ليها هاداك الاطار وكان حصل عليها تحلية بهات الشكل هادا بثلاث طبقات هنا اخديت علبة صغيرة ديال الكريمة السائلة ميتين مليل لتردت ليها معلقة كبيرة ديال سكر غلاسي وقشور حامضة وطلعتها مزيان بالخلاط الكهربائي وهنا درتها في بوش هادوي وديت كان نزيين بها هادا تحلية هادية وكان ندير وريدات به هاد الشكل هادا باش كذلك تجينا هاديك الكريمة حتى هي من السماء ومنكها بالمضاق ديال الحامض وفي اخر مرحلة كنزيين بقطع ديال الحامض وورقات ديال النعناع والتزيين كيبقى اختياري تقدرو كذلك ترشو واحد شوية ديال بافو في الاخير وكيكون هادا والشكل ديال تحلية ديالنا تحلية كتجي رائعة باردة بدون فرن بدون جيلاتين يعني مكونات اللي جد بسيطة وكتجي من الاد ما يكون سجلوها عندكم لانه رمضان على الابواب وكنحتاجوا بزاف هاد النوع من تحلية وكيكون هادا والشكل ديالها بعد ما قطعتها كيبما تشوفوا معايا هادك الكريمة كتجي رائعة كتجي رائعة ولديدة ومدق الحامض مركز فيها وواضح فيها خصوصا العشاق الحامض غدا تعجبكم بزاف بزاف كنتمنا تجربوها كتجي بهذا الشكل هادا كتجي راقية ممكن كذلك تستغنوا على المرحلة ديال تزيين بالكريمة إلا كنتو غتحضروها يعني غير في الضار اللي ولدتكم تزيينوها غير بشها رائح الحامض أما إلا كان عندكم جين عندكم ضيوف أو إلا بغيتو واحد تزيين اللي يكون راقي فكتزيينوها بهذيك الكريمة السائلة اللي طلعناها معا شوية ديال اقشور الحامض باش كتجي كل هادا التحلية هادي من السمب مدق الحامض من الول حتى اللخر كتجي رائعة ولديدة كنتمنا تجربوها أنا متأكدة غتنا لإعجابكم ومتبخلوش عليا بلايك للفيديو بارتاج مع العائلة والأصدقاء اللي تعمل فائدة وانتلقاوا إن شاء الله في الفيديو الجاي مع وصفات جديدة واقتراحات جديدة خليتكم على خير إلى اللقاء